بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رحمن يا رحيم اما بعد احبابنا الكرام يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت وان نبيكم احسنوهم وجها واحسنوهم صوتا الله تبارك وتعالى ارسل الانبياء من اولهم ادم الى اخرهم محمد بدين واحد هو الاسلام وجملهم الله تعالى باحسن الخصال فما من نبي الا وهو حسن الوجه حسن الصورة حسن الكلام فسيدنا ادم عليه سلام الله هو اول البشر وهو اول الانبياء والرسل كان جميل الخلقة كان طويلا كالنخلة السحوق كان يتكلم بجميع اللغات ولكن اكثر حواره مع اولاده كان باللغة السريانية ادم عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى الى زوجته والى اولاده فعلمهم الاسلام وعلمهم اصول المعيشة هو الذي علمهم كيف يزرعون وكيف يحصدون وكيف يخبزون فله ادم له فضل عظيم على سائر البشر لم يكن كما يصوره بعض الناس من انه كان يشبه القرود عاري عن الثياب اخرص يتكلم بالاشارات ان اراد ان يأكل شاة او غزالة يضربها بصخرة فتموت فيأكلها ميتة والعياذ بالله ادم حبيب الله ادم نبي الله جاء بالاسلام كان حسن الشكل حسن الصورة حسن الكلام طويلا ستون زراعا في الطول سبعة ازرع في العرض ادم عليه سلام الله هو اول البشر وهكذا جميع الانبياء كل منهم حسن الشكل حسن الصورة حسن الكلام انبياء الله جملهم الله بالصدق فيستحيل عليهم الكذب الكذب لا يحصل من انبياء الله لا في جد ولا في هزل فما يقوله بعض الناس من ان نبي الله ابراهيم عليه السلام حصل منه الكذب عدة مرات هذا غير صحيح لا نصدق هذا على نبي من انبياء الله انبياء الله جملهم الله بالامانة فيستحيل عليهم الخيانة فما يقوله بعض الناس افتراءا من ان نبي الله داود كان عنده تسعة وتسعين امرأة متزوج تسعة وتسعين امرأة فرأى مرة امرأة قائد الجيش الذي عنده فاعجب بها قالوا افتتنا بها فارسل قائد الجيش للمعرك ليموت ليتزوج امرأته هذا لم يحصل من نبي الله داود ولا من غيره من انبياء الله انبياء الله جملهم الله عز وجل بالفطانة فيستحيل عليهم البلادة والغباوة جملهم الله عز وجل بالفصاحة فيستحيل عليهم عكس ذلك حتى ان الامراض التي تنفر الناس عن قبول الدعوة عصم الله انبياءه منها هم بشر ان حصل منهم مرض فمرضهم مرض عادي مثل الحمى والسخونة وما شابه ذلك اما الامراض التي تنفر الناس عنهم وعن سماع دعوتهم عصمهم الله وحفظهم من ذلك مثلا كالمرض الذي يؤدي الى خروج الدود هذا مرض منفر لا يحصل من نبي من انبياء الله ما حصل مع ايوب ولا حصل مع غيره نعم نبي الله ايوب مرضه ودام مرضه ثمانية عشر سنة من يوم يومين وكان صابرا محتسبا سلم امره الى الله رب العالمين لكن لم يكن مرضه من نحو خروج الدود كما يقول بعض المفترين من انه خرج منه الدود وبعد ان خرجت منه الدود صار يمسك الدودة يقول لها يا مخلوقة ربي كل من رزق ربي قالوا فأكل الدود من جسمه حتى صار عظما فرمته امرأته في سلة المهملات هذا كذب وافتراء ما حصل مع ايوب ولا مع غيره من انبياء الله ليس كل ما يسمع عن انبياء الله يصدق لا بد من عرضه على ميزان الشريعة ايوب عليه السلام مرضه دام طويلا 18 سنة كان صابرا سلم امره الى الله استقبل البلاء بالصبر فزاده الله رفعة ودرجة مرة زوجته رحمة رضي الله عنها وهي التي لازمته وساعدته خرجت معه مرة لقضاء حاجته ثم انتظرته في ذلك المكان هو اطال لماذا سمع شخصين عن بعيد كل منهما يقول للاخر كلاما بزيئا لا يجوز قوله في الانبياء ايوب لما سمع هذا الكلام انكسر خاطره فدع الله ان يعافيه دع الله ان يشفيه فاوحى الله اليه ان يضرب الارض برجله حيث هو كان فضرب الارض برجله فخرج منها عينان من الماء من احداه ما شرب ومن الاخرى اغتسل فعاد كما كان صحيحا قبل ثمانية عشر سنة في هذه اللحظات زوجته في الخارج تنتظره فلما خرج اليها ورأته لم تعرفه من اللحظات ادخلته كان بشكل معين ثم لما خرج رأته بشكل اخر قالت له هل رأيت نبي الله ايوب لقد كان اشبه الناس بك حين كان صحيحا قال انا هو عافاه الله رب العالمين لانه استقبل البلاء بالصبر الله رب العالمين رفع من درجاته وارسل اليه غمامتين سحابتين احداهما امطرت على بيدره من القمح زهبا والاخرى امطرت على بيدره من الشعير فضة فعاد غنيا كما كان بل اكثر واما اولاده الذين اماتهم الله ابتلاء من الله ليرفع من درجات نبيه ايوب ما الذي حصل مع ايوب بعد ذلك ولدت له امرأته اكثر مما كان عنده من الاولاد مع ان امرأته صارت كبيرة في السن ولكن الله على كل شيء قدير نسأل الله رب العالمين ان يجعلنا من الذين يدافعون عن انبيائه عز وجل ونسأل الله رب العالمين ان يتقبل منا وان يرحمنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولهم منا سواب الفاتحة